السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنشوف الشرح ده. ازاي تعمل ضبط مصنع لراوتر من فودافون. تمام. طيب احنا اتفقنا ان ده الكابل بتاع الانترنت. وعشان تعمل ضبط مصنع لازم تكون موصل كابل من الراوتر للكمبيوتر. تمام. طيب هنا زرار الريسيت مش موجود في ظهر الراوتر. هو هنا في الجنب. يعني هنا الريسيت بتاع فودافون موجود هنا في الجنب. طيب. طبعا هو كده المفروض ان هو منور. عشان اتأكد ان انا عملت رسيت صح. بعمل الالم هنا. وافضل متك لحد ما اللمبة تنور باللون الاحمر. لحد ما يعني اللمبة تقيد معايا باللون الاحمر دلوقتي. هافضل متك كده. اهو. كده كل الزراير طفت معايا. هيبدأ ييد معايا. هو هو بقبان لي انا. ما عرفش ازا كان بان لحضراتكم ولا لا. ولكن هو الباور طفى وكله طفى وقد هيبدأ يجمع من اول وجديد. يعني زي ما احنا ما شايفين كده. هو ابتدأ يجمع من اول وجديد. طيب احنا الوقت عرفنا ان الريسيت هنا في الجنب. عشان نقوم بالخطوات ديت. لازم نكون موصلين كابل. واني يكون كابل الانترنت شغال. هنشوفه نكمل باقي الشرح على الكمبيوتر ازاي بيتم ده. نتابع مع بعض. طيب هنكمل الجزء الخاص بكمبيوتر. تمام. احنا اتكلمنا عن راوتر وشوفنا في الفيديو اللي فات عملنا عرفنا ان لما بنيجي نفتح صفحة الراوتر في بيكون كلمة السر اليوزر بيكون عشان اخش صفحة الراوتر. طيب بتكون طيب اتصالات طيب بالنسبة الاتصالات بيكون اسم المستخدم وانت داخل على الراوتر بيكون يوزر. تمام زي ما موضح كده. وبيكون الباسورد اي تي اي اس. زي ما احنا ما شايفين ده. ده بالنسبة الاتصالات. طيب هنيجي نكتب واحد تسعة اتنين دوت واحد ستة تمانية دوت واحد دوت واحد. هنيجي نكتبها هنا. هنعمل بست اندو جو. هيفتح معي صفحة الراوتر بتاعة فودافون. طيب. اول حاجة لازم تكون فودافون سمول. يعني اكتب هنا فودافون سمول. بالنسبة للباسورد الباسورد لازم يتكتب بالايد. يعني لازم اكتبه كده. في او دي اي اف او ان اي. هاجي اعمل هنا بيطلب مني بتاع الانترنت. لازم تكون عارف في الاغلب بيكون هو رقم التليفون. يعني بيكون هو رقم التليفون بتاعك. ولكن الباسورد هو اللي بتغير. انا هشيل كل ده وهعمل كنترول في. وهاجي اكتب الباسورد بتاع الانترنت. لازم تبقى انت عارفهم. عشان تقدر تعمل التعديل ده. هنيجي نعمل احنا هنا كتبنا بتاع الانترنت. عشان نخش على صفحة الراوتر كتبنا فودافون فودافون. تاني خطوة تكتب بتاع الانترنت او اللي هو رقم بتاع الارضي. وبعدين تكتب الباسورد. هتيجي تعمل هيقول لك في الاختيار اللي بعد كده انت عايز اسم الشبكة ايه يعني. يعني هتسمي اسم الشبكة ايه وتختار الباسورد ايه بس دم يعني يقلب على الصفحة التانية. تمام. هنا شبكة الواي فاي. انا هخليها مسلا عشان الشرحة. اربعة اف مسلا. تقدر تخليها كابتال تقدر تخليها سمول. انا خليتها اربعة اف. هاختار من واحد لتسعة. هنا الباسورد بتاع الواي فاي. يعني احنا في الصفحة التانية. هنا هنختار اسم الشبكة. اس اس اي دي. يعني اسم الشبكة او الواي فاي. هنا. هنيجي نعمل طيب انا دلوقتي فعلا دخلت على صفحة الراوتر بتاعي. بالنسبة للراوتر كده اشتغل معايا في الانترنت. يعني الانترنت اصلا اشتغل معايا. كان الاول عليه علامة اكس. هنا اشتغل معي. طيب. محتاج تعمل ايه وانت في الراوتر هنا. دي صفحة الراوتر ما تخافش منها خالص صفحة عادية خالص. انت كل اللي انت هتستخدمه. البيزيك. البيزيك والمانتنانس. طيب هنعمل ايه في البيزيك? احنا عملنا الاعدادات اللي هي بعد ضبط المصنع. خلاص مش هنتطر ان احنا نعملها تاني. هندغط على القائمة بتاعت البيزيك. اول حدا في البيزيك بنلاقي هنا رقم الخدمة او رقم الارضي بتاعنا. وبنلاقي هنا الباسورد. ماناش دعوة بهم خالص. هنيجي على الوان. اللي هي تالت اختيار. لو انت حبيت فيما بعد تغير الواي فاي. اسم الواي فاي. يعني احنا في القسم بتاع WLAN هنغير الواي فاي. تقدر كمان تعمل هيدن للواي فاي. هيبقى قدامك نوعين من الامان. اللي هو لو انا علمت على كلمة يبقى انا اخفيت الشبكة. الشبكة تخافت ازاي? لما تيجي تفتح الشبكة بتاعت الواي فاي. هيقول لك اكتب الاول اسم الشبكة. وبعد ما تكتب اسم الشبكة هتعمل وتكتب الباسورد اللي انا كتبته هنا. اللي هو من واحد لتسعة. ده لو انت حبيت تعمل هيدن للشبكة. لو انا شلت الاختيار بتاع الانيبل ده. هترجع تاني زي ما هي. هتبقى ظهرة للمستخدم. ظهرة للناس. لكن لو انا حبيت اخفيها. اقدر اتكى على انيبل. دي ميزة قوية جدا في في ودافون. وعلى فكرة داتة برضو فيها نفس الميزة. تقريبا كل الشركات فيها ان انا اقدر اخفي او اعمل هيدن للشبكة. تمام. كده انا عرفت ان الاختيار التالت في اقدر اغير اسم الواي فاي او اغير الباسورد. طيب. ايه تاني? هروح عالمانتنانس. احنا قلنا الافتراضي للراوتر هو فودافون فودافون. هنا بيقول لك اكتب لي الباسورد القديمة. يعني هنكتب مسلا فودافون. في او دي اي اف او ان اي. تمام. انا عايز اغير اسم صفحة الراوتر دي. فانا هخليها مسلا. على سبيل المثال. كده انا غيرت صفحة الدخول على الراوتر. هاجي اعمل بالفعل انا غيرتها هنا قال لي ان الصفحة بتاعت الدخول على الراوتر يعني اتغيرت. احنا عارفنا هنعمل ايه? طبعا هو كده الشكل اللي افتراض ان هو كان المفروض يحصل. هاجي اكتب فودافون. وهاجي اكتب الاسم الجديد اللي انا اخترته. وهاجي اعمل هيفتح معايا صفحة الراوتر. زي ما حضرتك شايف بالزبط. فما فيش داعة للقلق اللي انت هتحتاجه بعد ما تعمل اعدادات ضبط المصنع للراوتر بتاع فودافون. هتحتاج ان انت لو بعد كده حبيت تعرف هتحتاج ان انت تغير صفحة الدخول. عشان مش كل واحد يبقى داخل يعني يبقى عارف ان هو يخش يكتب واحد تسعة اتنين دوت واحد ستة تمانية. ممكن هو يغير يعني لو واحد قاعد معاك ممكن يغير ده. فانت بتغير من الاسم الجديد اللي احنا غيره من شوية. بتكتب القديم فوق وبتكرر الجديد مرتين هنا وبتعمل ده كان الشرح. اتمنى انه اكون افدتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.